تتجه مملكة البحرين والأردن إلى المستقبل من خلال تاريخ مشترك من التعاون يدفعه التنوع والثراء الذي يمتاز به البلدان بالإضافة إلى وجود العديد من الاتفاقيات في الكثير من المجالات هذا ويشكل التاريخ الحضري العريق للبحرين والأردن مرتكزا في تعزيز الرسالة الثقافية والتاريخية والإنسانية للبلدين الشقيقين تنطلق العلاقات البحرينية الأردنية من التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يتبنىها البلدان بالإضافة إلى ما يسعى كل بلد لترسيخه عن تاريخه وحضارته ومستقبله ومنجزاده الحضارية والاقتصادية حيث تعتبر مملكة البحرين بلدا منتجا للطاقة في حين يعمل الأردن على استيراد الطاقة ومع ذلك يعتمد البلدان على تنويع مصادر الطاقة والتوجه للطاقة البديلة والاستثمار في هذا القطع كما يسعى البلدان لتعزيز كفاءة البنية التحتية لتكون أرضية لبناء مستقبل الأجيال لتعزيز النهضة الاقتصادية كما يستثمر البلدان في البرامج الوطنية للحفاظ على البيئة وفي ظل وجود العديد من الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البحرين والأردن ومنها ما يتعلق بالنقل الجوي وتشجيع الاستثمار والتجارة فإن البلدين يدركان أهمية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة عبر العملية على زيادة وتنمية إمكانات الإنتاج والتصدير في البلدين فقد اقترب حجم التبادل التجاري بين البحرين والأردن خلال العام الماضي من 40 مليون دينار وشهد حجم الصادرات البحرينية زيادة بنحو مليوني دينار عن الواردات من الأردن وكانت أبرز الصادرات البحرينية إلى الأردن المنتجات المعدنية والآلات والأجهزة الكهربائية فيما كانت أهم الصادرات الأردنية للبحرين الأغذية والمنتجات النباتية لعبت تاريخ الحضاري العريق للبلدين دورا في تعزيز قطاعات السياحة والثقافة والتراث إذ تتمتع مملكة البحرين بتاريخ يعود لأكثر من خمسة آلاف عام منها حضارة تايلوس ودنمون وقد أدرجت العديد من المواقع الأثرية في البحرين على لائحة التراث العالمي كما يمتلك الأردن جذورا تاريخية عريقة وتعاقبت عليها العديد من الحضارات ويتكئ البلدان الشقيقان على ما يزخران به من حضارة وتاريخ من أجل تنويع مصادر الدخل علاوة على ما يمثله التاريخ الحضاري العريق للبلدين من مولد لتنمية الحراك الثقافي والفني الأمر الذي عزز كثافة تاريخ البلدين وجعل البحرين والأردن بلدان يحملان رسالة ثقافية وتاريخية وإنسانية